السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اوزوكم يا شباب عامليني أنت سألتكم بخير رجعتلكم في فيديو جديد فيديو النهاردة شباب رجعتلكم بالجزء الرابع من سلسلة الحصول على الانفور التلجي مجانا بصغرات المتابعين كل اختصار شباب في فيديو النهاردة هنجرب صغرات المتابعين للحصول على الانفور التلجي مجانا والمتابع اللي الصغرى بتاعته هتنجح وانجب لنا الانفور التلجي هيحصل على 600 شدة باب زومبايل مجانا تمام يلا بينا شباب على طول نروح الفيديو طبعا صديق لو عندك اي صغرى لحصول على الانفور التلجي مجانا اكتب لي صديق الصغرى بتاعتك في التعليقات وان شاء الله نجربها في الجزء الخامس من سلسلة الحصول على الانفور التلجي بصغرات المتابعين يلا بينا على طول صديق نروح الفيديو بس قبل نروح الفيديو صلي على النبع عليها في دور الصوت والسلام فضلا وليس امرنا صديق دعمنا بلايك اللايك مجاني واشترك في القناة وفعل زر الجرس ويلا بينا على طول شباب نروح الفيديو ونجرب صغرات المتابعين للحصول على الانفور التلجي مجانا اول صغرى شباب زي ما انتشافين بتقول اضغط على كل الاسلحة اللي في الباكش خمس مرات واخرج وبعدين نلبس شخصية فيكتور وارجع اضغط على كل اسلح مرة واحدة وافتح وان شاء الله شباب الانفور التلجي يطلع علينا مجانا طبعا شباب هنعمل الصغرى نضغط على كل اسلح خمس مرات وطبعا شباب لو الصغرى دي نجحت والانفور التلجي مجانا طلع علينا صاحب الصغرى طبعا شباب هحصل على 600 شدة باب زومبيل مجانا نفضل طبعا شباب كان نضغط على كل اسلح خمس مرات وبعدين نضغط على الام 24 برضا شباب خمس مرات وطبعا شباب هنفضل نضغط على جميع الاسلحة كل اسلح خمس مرات عشان نعمل الصغرى وكمان صديق لو عندك اي صغرة للحصول على الانفور التلجي مجانا اكتب لك صديق الصغرة بتاعتك في التعليقات عشان ان شاء الله تعليقك يظهر في الجزء الخامس من سلسلة الحصول على الانفور التلجي مجانا بصغرات المتبايد طبعا كده شباب زي ما انت شافين ضغطنا على معظم الاسلحة كل سلاح خمس مرات وانكمل طبعا شباب باي الاسلحة كل سلاح خمس مرات عشان نعمل الصغرة وزي ما قلت لكم طبعا شباب له الانفور التالج يطلع لنا مجانا بالصغرة دي صاحب الصغر طبعا شباب يحصل على 600 شادة باب زومبايل مجانا تمام كده طبعا شباب تقريبا اتبقى اسلاح اليومبي والمسدس هندغط طبعا شباب على كل اسلاح خمس مرات ونفتح بقى الصندوق على طول او طبعا شباب نكمل الصغرة لسه هرجع قلب الشخصية فيكتور يعني كده يعتبر خلاص شباب دغطت على كل اسلاح خمس مرات زي ما انت شايفين تمام كده خلاص شباب الاسلاح خلصت ونطلع بقى عشان نلبط شخصية فيكتور ونكمل طبعا شباب الصغرة مع بعض هنضغط طبعا تبديل الشخصية ونجيب شخصية فيكتور زي ما انت شايفين يا شباب ونرجع نضغط على كل اسلاح مرة واحدة وبعد كده طبعا شباب نفتح الصندوق تمام ونفضل طبعا شباب كل اسلاح ونضغط عليه مرة واحدة فقط تمام زي ما انت شايفين اهو شباب احنا ماشينا مع الصغرة وكل حاجة صحيحة يعني ما خلفناش اي حاجة في الصغرة دغطنا اهو شباب على كل سلاح مرة واحدة وندغط طبعا شباب فتح الصندوق كده احنا عملنا كل حاجة تقريبا يعني دخل الصغرة وهنفتح طبعا شباب الصندوق لو الانفور التلجي مجانا طلع لنا صاحب الصغرة طبعا شباب يحصل على 600 شدة باب جومبايل مجانا هنشوف طبعا شباب الامفور التلجي اطلق لنا بالصغرة دي ولا لأ وطبعا شباب الامفور التلجي ما طلع لناش بالصغرة دي تمام يعني شباب اول صغرة كده ما طلعت لناش الامفور التلجي مجانا يلا بينا على طول يا شباب نروح على تاني صغرة ونشوف الصغرة دي هتنجح والامفور التلجي هطلع لنا ولا لأ الصغرة طبعا شباب بتقول اضغط على ال اي ك ام سبع مرات واضغط على ال اسكار مرتين واضغط على الانفور التالجي 18 مرة ومبروك عليك الانفور التالجي اتمنى تاخد تعليق طيب اصديق انا خدت تعليق بتاعك ولو الانفور التالجي طلع لنا بالصغر بتاعتك دي انت هتحصل على 600 شات دفا بجومبايل مجانا فيلا شباب مع بعض نشوف الصغر اضغط طبعا اول حاجة على الـ 7 مرات وبعدك طبعا شباب اضغط على الاسكار مرتين ودلوقتي اضغط على الانفور التالجي 18 مرة ونشوف طبعا شباب الصغر هتنجح والانفور التالجي هتطلع لنا مجانا ولا الانفور التالجي طبعا يا شباب يعني مش هتطلع لنا بالصغر دي تمام يا شباب ضغطنا كده يا شباب تقريبا يعني 15 مرة او 18 مرة يعني تمام يا شباب كده خلاص احنا ضغطنا تمام ونفتح بقى مع بعض الصندوق نشوف الانفور التالجي مجانا هتطلع لنا بالصغر دي وصاحب الصغر طبعا يا شباب هيحصل 600 شدة ولا الانفور التالجي مجانا مش هطلع لنا وزي ما شافينا شباب طلع لنا عشرين سيرفر عملات السيرفر طبعا يا شباب وما طلع لنعوش الانفور التلقي مجانا يلا بينا بقى شباب على طن نروح الصغر التالتة طبعا يا شباب الصغرى دي كبيرة جدا بقول اول حاجة البس لبس عادي مش غني ولا فقير متوسط يعني تمام يا شباب دي اول حاجة داخل الصغرى فهلبس طبعا يا شباب اي لبس متوسط كده ولا هو يعني لبس فقير خالص اللي هو لبس بوتات ولا يعني لبس غني خرافي ولا اي كلام من ده او طبعا صديق البس لبس اسطوري يعني متوسط كده بول بعدين اضغط على جميع ملابس واسلحة الصندوق الكلاسيك مرة واحدة لكل لبس او سلاح تماما شباب فاهمين معاي الصغرى يعني احنا دلوقتي نضغط على كل لبس مرة واحدة تماما شباب ولا طبعا نضغط على الخوزة ولا الشنطة ولا اي كلام من ده نضغط على اللبس والاسلحة فقط كل سلاح او كل لبساية مرة واحدة فقط تماما شباب هنكمل طبعا مع بعد الصغرى بعد شباب ما نضغط على كل لبس او كل سلاح مرة واحدة هنجيب الانفور التلج ونفضل نخليك المسيج بعدين هنضغط على الانفور التلجي من 3 ل7 مرات وطبعا شباب بقول لكن احسن 5 مرات يعني الافضل اللي احنا نضغط 5 مرات بعد كي نفتح الصندوق بدون سكيب ونقول باسم الله الرحمن الرحيم واتمنى تطلع تعليقي تماما صديقا هو تعليقا اكتلع ولو الانفور التلجي تلع لنا صديقا بالصغرى بتاعتك انت هتحصل على 600 شادة باب زومبايل مجانا تماما شباب كده وحنا بنعمل الصغرى وبنضغط على كل سكن او كل لبساية طبعا شباب كل لبسة او كل سكن سلاح بنضغط عليه مرة واحدة فقط طبعا شباب زي ما صاحب الصغرى بقول او زي طبعا شباب ما الصغرى بتقول تمام بنضغط هو الشباب على كل سكن مرة واحدة nosisكنات كل سكن مرة واحدة طبعا يعني شباب انا بضغطش على الكو Berg او سكن سلاح او طقم كامل او يعني شباب الكلام ده تمام يا لكن يعني ولا بضغط على الكو pike ولا الشنطة ولا الخوزة كده طبعا شباب يعتبر عملت كل حاجة داخل الصغرى دلوقتي يتبقى ان انا روح على الافور التلجي وافضل اعمله كل Ledesج من داخل المختبر ومن برا المختبر برضو شباب يعني عشان الصغرى بقى كاملة تمام يعني كده من داخل المختبر هافضل شباب اخليه كل وديلوقتي برضو عمله مرة تانية من دخل المختبر كل بعد كأنشباب اطلع عمله كل من برة تمام. هافضل طبعا اشباب كده خلي كل مثج. عشان طبعا اشباب الصغر تنجح معنا بعدك буквان نضغط على التلقي. من تلات الى سبع مرات والافضل شباب ان احنا نضغط خمس مرات تمام؟ انا هان دلوقتي وزي ما انتشافي نا شباب هافضل اخليه كل وديلوقتي بقى شباب هابدأ انه نضغط عليه خمس مرات. تمام? ونكمل طبعا يا شباب الصغرى مع بعض. ولو اتلقى لنا مجانا زي ما اتفقنا طبعا يا شباب صاحب الصغرى هيحصل على ستمية شد باب جنبايل مجانا. ويشحن طبعا يا شباب السيزون التامن. تمام? دلوقتي بقى شباب هبدأ اننا نضغط على الانفور التلجي من تلات الى سبع مرات. وزي ما صاحب الصغرى طبعا يا شباب قال هنضغط خمس مرات افضل. تمام? بعد كده طبعا يا شباب هفتح الصندوق بدون بدون اسكيب وبسم الله الرحمن الرحيم. ويا رب يا شباب اطلع لنا الانفور التلجي. واطلع لنا شباب خمسين سيرفار مطلع لناش الانفور التلجي مجانا. يعني يا شباب كده اول ثلاث صغرات مش شغالين. يلا شباب نخش على الصغر الرابعة. اول حاجة يلبس شخصية فيكتور ولبس وبوتات. واتدوس على الانفور التلجي ستاشر مرة وراح يطلع لك. تمام. انجرب طبعا يا شباب الصغر. ولو الصغر انيك حت صاحب الصغرة طبعا شباب يحصل على ستميت شات داباب زومبايل مجانا. اول حاجة طبعا شباب داخل الصغرة خلاص لبس شخصية والبس كمان لبس بوتات. تمام? وهضغط بقى على الانفور التلجي ستاشر مرة. ونشوف طبعا شباب الصغرة هتنجح والانفور التلجي مجانا هيطلع لي. ولا طبعا شباب الانفور التلجي مش هيطلع. تمام? هنفضل كده هوا شباب نضغط على الانفور التلجي. طبعا صديق لو لسه محطيتش لايك الفيديو. حط لايك. لو عندك اي صغرة لحصول على الانفور التلجي مجانا اكتب لصديق الصغرة بتاعتك في التعليقات. طبعا شباب اعملنا كل حاجة الصغرة بتقولها وهنفتح الصندوق. ونشوف الانفور التلجي هطلع لنا مجانا ولا الانفور التلجي يا شباب مش هطلع لنا. وزي ما انتشافين يا شباب طلع لنا سكن براشوت. حلو طبعا يا شباب يعني ده اقوى حظ يعتبر من ساعة ما فتحنا بالصغرات. ليه طبعا يا شباب الصغرة الرابعة دي. يعني ما طللناش الانفور التلجي ولكن انا طلع لنا سكن براشوت. يلا بينا بقى على طولة شباب نروح الصغرة الاخيرة في فيديو النهاردة والصغرة شباب بتقول افتح صندوق مميز بسكب وبعدين نفتح صندوق كلاسيك بدون سكب. هنعمل طبعا يا شباب اول حاجة نفتح صندوق مميز بسكب. خلاص كده بقى شباب نلغي الاسكب ونروح الصندوق الكلاسيك. عشان طبعا يا شباب نفتح صندوق ونشوف الانفور التلجي هطلع لنا. وصاحب الصغرة هيحصل على ستميت شادة باب جنبايل مجانا ولا الانفور التلجي. مش هطلع لنا. ونفتح طبعا يا شباب كده الصندوق بعد ما عملنا الصغرة. وطبعا يا شباب زي ما انت شايفين الانفور التلجي ما طلع لناش وطلع لنا طائية تمام? طلع لنا كده شباب غطاء رأس او طائية زي ما انت شايفين. وبس كده شباب بيبقى الجزء الرابع من سلسلة صغرات المتابعين الحصول على الانفور التلجي مجانا خلص طبعا صديق لو عندك اي صغرة وعايز تعليقك يزهر في الجزء الخامس من سلسلة صغرات المتابعين الحصول على الانفور التلجي مجانا اكتب لي صديق الصغرة بتاعتك في التعليقات بس كده شبابي وفيديو النهار تخلص اتمنى كل فيديو اعجابك واشوفكو الحلقة الجاية ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته